لابنضم إليه عبر سكايب الدكتور عبدالله بركات مستشار وزير التموين سابقاً ألميك دكتور محيات الحديثة يا دكتور أسامة والأستاذ المشاهدين إيه تعليقك على كشف عن قضية فساد بهذا الحجم؟ التوقيت طبعاً يا دكتور أسامة يعني يلفط النظر أنه فيه كبش في ده في شماعة بتعلق عليها الأزم الفساد والمسئولية والفشل في إدارة منظومة السلع الأساسية أو السلع الاستراتيجية أو سلع البطاقات التموينية مصر فيها أزمة سكر يعني من شهور يعني من بداية هذا العام ويأسعار السكر فوق مستويات أي أسرة مصرية غنية أو فقيرة والفجوة اللي هي 600 ألف طن أو 800 ألف طن سنوية ومستمرة منذ يمكن قبل 2016 فبالتالي الإبصاح أو الإعلان أو كشف هذه القضية في هذا التوقيت علشان نعود نناقش أزمة فساد مستشار وزير التموين بعيداً عن أزمة السكر وفشل الحكومة في توفير السلع الأساسية التي تهم كل مصريين وتهم كل مواطن في أي دولة في العالم إذا نقشنا أضايا الفساد في وزارة التموين يعني بعد 3 شهور من انطلاب يوليو 2013 مستشار وزير التموين اللي هو كان اللي هو محمد أبوشادي مدير مكتبه عفواً مدير مكتب وزير التموين محمد أبوشادي تم القبض عليه في دوان عام الوزارة بتقاضي رشوة 8 مليون جنيه برضاً في السلع التمويني الوزير خالد حنفي بعد تقريباً بسنتين متهم في 15 مليار جنيه إهدار أموال منظومة استلام الأمح وارغيف الخبز ويتم إقالاته ثم ترقيته في جماعة الدول العربية الوزير الحالي في 2018 أيضاً تم الأرض من الرقابة الإدارية على اتنين من مستشارينه ورئيس الشركة القبضة للصناعات الغذائية اللي هو الوزير الحالي المسؤول عنه والنائب بتاعه هذه القضية أيضاً تخص السلع وجميع القضايا تخص منظومة السلع التموينية السلع التموينية اللي كان المواطن المصري فيها لحد الدكتور محمد مرس بياخد اتنين كيلو سكر اتنين كيلو رز كيلو ونص زيت وممكن ياخد التكملة بتاعتهم كمان كيلو ونص زيت ويدفع عشرة جنيه ونص دلوقتي تحويل منظومة البطاقات التموينية من الدعم العين إلى أنه ياخد خمسين جنيه دلوقتي الخمسين جنيه أسامة ما يجبوش كيلو سكر وما يجبوش كيلو سكر تخطى الخمسين جنيه وبالتالي فيه فشل في تحقيق العدالة طيب معلش دكتور لو قصة المستشار أحمد مهدي مستشار وزير التموين هو كابش فدة وعايزين يقولوننا أنه هو ده أزمة السكر طيب ما هم كانوا هيعلنوا عن أرقام أعلى من كده يعني فكرة أنه ضبطه عنده في مخازن خمسمائة وتسعين طن وأنهما بيبيعوا تسعمائة طن ما إحنا الفجوة عندنا في ستمائة ألف طن يعني الرقم نفسه رقم هزيل جدا لا يحل أزمة ولا يقنع حتى المواطن أن الأزمة كانت في الفساد ليه؟ نعم وبالتالي الإعلان عن هذه الكميات وعن هذه القضية بالذات زي ما بقول الحديثة الكب في ده أو بص العصفورة بدل ما نتكلم عن بالدولة سمحت بتصدير ربعمائة إلى خمسمائة ألف طن مع أن الفجوة عندنا ثمنمائة ألف طن ودي من مخصصات البطاقات التموينية وهي السبب الرئيسي في هذه الأزمة وليه كيلو الرز السكر يرتفع من 16 جنيه إلى 20 جنيه ثم إلى 50 جنيه ثم إلى 55 جنيه ولا زال الوزير قاعد على كرسي بتاعه منذ 2016 يمكن وفي عهد هذا الوزير الحالي تتكرر هذه الأزمة عدة مرات غيرها من أزمات الخبز وأزمات الرز وأزمات الزيت وأزمة في كل سرعة تموينية هذه القضية في هذا التوقيت هي بص العصفورة باختصار شديد لكن القضية بالشكل المعلن عنه يعني ليست هي أزمة السكر في مصر إطلاقاً الأزمة زي ما بقول لحضرتك أولاً فيه قرار بمنع تصدير السكر من بداية السنة ورغم ذلك الجهاز التعبئة العامة والإحصاء أعلن عن أن الحكومة صدرت سكر بـ 165 مليون دولار لما كان سعر السكر 16 جنيه يعني نتكلم عن 400 ألف طن أو 500 ألف طن طلع من مصر للسوق الدولية بمعرفة الحكومة علشان الدولار وهو ده السبب الرئيسي وهذه الكمية كان المفروض تبقى احتياطي لمنظومة البطاقات التموينية ولذلك المواطن بعد ما كان بيأخذ 2 كيلو سكر بقى بيأخذ 1 طب أنا في النقطة دي بس محتاجة توقف مع حضرتك لأنه في نقطة محتاجين نفهمها أنا ما أفهمه أنه الـ 600 ألف طن الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك بيتم استيرادهم عن طريقين طريقة الشركات أو المصانع الخاصة وطريقة مناقصات بتعلن عنها وزارة التموين صحيح؟ نعم طيب اللي بيستورد هنا أو بيصدر هل قرار التصدير من الشركات الخاصة ده لازم يكون بإذن الحكومة لأن الحكومة برضو ما أعلمه أن الحكومة لما وجدت أن في استغلال لحالة ارتفاع أسعار السكر عالمياً نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانخفض الإنتاج في الهند والبرازيل وتايلاند الحكومة تدخلت في شهر مارس وحضرت التصدير إلا باستثناءات يعني الحكومة بتعمل اللي عليها هو دكتور القرار حذر التصدير بيطلع من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وده بيبقى بالاتفاق طبعاً مع المنظومة الاقتصادية اللي بييرقصها رئيس مجلس الوزراء ولما حذرتك تطلع قرار بمنع التصدير ثم نفاجأ أن السكر المصري موجود في ليبيا وموجود في السودان وموجود في دول القليج يبقى فيه هنا فساد فيه فساد فيه أنه عندك فجوة 800 ألف طن وإنت بتسمح به التصدير طبعاً معروف أنه السمح للتصدير والجهات أيضاً الرئاسية اللي بتصدر على رأسها الجيش ده ده عندك 800 ألف طن وإنت بتسمح به التصدير طبعاً معروف أنه السمح للتصدير والجهات أيضاً الرئاسية اللي بتصدر على رأسها الجيش ده فساد وتربح على حساب المواطن النقطة التانية اللي بيستورد هو هيئة السلع التموينية بمناقصات داخلية بالغالب السكر بيجي من بره لكن المناقصة بتبقى داخلية طب انت عندك فابور وفي نفس الوقت المصانع بتاع القطاع العام بتنتج مليون وتسعمائة ألف طن ليه الحكومة والمفروض الحكومة تشتري هذه الكمية ليه الحكومة بتفرط فيها وتسيبها للتجار وبعد كده التجار ياخدوهم يحطوا إيديهم عليهم سواء كانوا تجار مصريين أو بشركات شركة خالجية أو إماراتية بعد كده هذه الكمية بدل ما تروح مخازن وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بيتم السماح لها أنها تتصدق علشان الدولار ثم بعد ذلك أنت تعمل مناقصة تاني علشان تغطي احتياجات البطاقات التموينية فبقى في عندك فجوة في مخصصات وزارة التموين والبطاقات التموينية وفجوة في السوق المحلي بعد ما التجار شركات القطاع الخاص بتشتري السكر المحلي من مصانع القطاع العام بـ 14 جنيه و 16 جنيه وتصدروا بـ 500 دولار و 600 دولار للطن بقت الحكومة نفسها مضطرة أنها تستورد دلوقتي الطن وصل 850 وتسعمائة دولار هذا أيضا فساد طيب وهو ده جميل جدا النقطة اللي ناس كي تتكلم فيها بقالنا كذا يوم دكتور عبد الواب وهي فكرة شركة جمال أو كمال الجرير الإماراتية مصنع أو شركة القناة مصنع السكر الضخم جدا في محافظة المينيا استصلاح الأراضي مصطفى مدبولي بيلتقي مع الجرير في 23 مايو اللي فات بيعلنوا أن الانتاج سيبدأ في خلال يومين يعني بقالوا 7 شهور دلوقتي أو 6 شهور فيه انتاج للسكر مفترض من هذا المصنع بعض التقارير اتكلمت أن علم صلحي أعطى لهذه الشركة استثناء في التصدير على عكس شركات ومصانع أخرى ما الذي نعرفه عن هذه الشركة وما هو أثر هذه الشركة الإماراتية في أزمة السكر حاليا طبعا المعلن أنه هذه الشركة الإماراتية استثمرت في مصر في إنشاء أكبر مصنع طريبا في مصر وفي المنطقة باستثمرات مليار دولار اسمها شركة باسم شركة القنال والمستثمر الرئيسي فيها مستثمر إماراتي وهنا سؤال أيضا سياسي إذا كان مصر عندها منظومة إنتاج البنجر وأصب السكر وعندنا منظومة منذ يعني بدايات القرن الماضي في إنتاج السكر ودولة ريادية لماذا لا تسد الفجوة المحلية باستثمرات محلية وتفتح المصنع وتشغل فيه شباب الخرجين بتوعك والعاطرين المصريين عن العمل وتسد هذه الفجوة لسوء قوامه 105 مليون مصري كون أن أنت في هذه السلعة الاستراتيجية تسمح لشركة أجنبية أين كانت بقى هذه الشركة خالجية أو أجنبية فأنت دلوقتي بتعرض الأمن القومي والأمن الغذائي وهو عماد الأمن القومي بأن يكون رهن قرار أجنبي ثم بعد ذلك تعمل له تربح تدل له ترخيص وزارة وزير التمويني يقول أنا ما عنديش مشكلة في السكر يقوم يطلع وزير الصناعة أو التجارة الخارجية يدقى يدي استثناء في التصدير هي دي منظومة الفساد الأفرطية مش إن أنا أمسك مستشار وزير هنا أو راجل أعمال هنا واتهمه بألف طن سكر في دولة تستهلك ثلاثة مليون واثنين من عشر مليون طن سكر ونقعد يدواخونا حوالين نفسنا هذا النظام نظام فشل في تأمين السلع الأساسي على رأسها السكر اللي بنتكلم عنه دلوقتي هذا النظام فاسد من رأسه والسمكة تفسد من رأسها لما يبقى وزير تموين واحد في سنتين اثنين الدائرة المقربة منه ومن داخل مكتبه يتم القبض عليه والوزير ما زال يجلس على الكرسي بتاعه هنا في هنا في فساد يغطيه رئيس الوزراء ورأس النظام ويغطي على هذه المنظومة وتكون النتجة يا دكتور مصطفى ان السكر مش موجود في السوق البطاقات التموينية لا يسمح الا بكل واحد فقط الشركات انتاج الغزاء الشركات الغزائية في مصر اللي هي كان بتصدر منتجات غزائية بالدولار ما عادش عندها سكر وبتالي ما بتصدرش المصانع المصرية بتقفل البطاقة معدلاتها بتزيد المشاكل الأسرية والأمن والنسج الاجتماعي المصري بيهدد لأنه وليه أمر مش قادر يشتري كله سكر أب مش قادر يشتري كله سكر علشان بيته عشان أطاله عشان ولاده والسبب الرئيسي فيه زي ما قلت بحضرتك هو فشل في توفير السلع الأساسية والفساد المركب في رأس النظام شكرك شكرا جزيلا دكتور عبدالعب بركات مستشار وزير التموين سابقا كنت ضيفي عبر سكا